هنا الله جل وعلا يقول أن هذا الحيوان يقدم على الموت واضح ويثير الغبار ويقدم نفسه في المعركة ويستجيب لسيده الذي يمثطيه لأنه يعطيه طعام واضح يعطيه طعام يعطيه طعام كيف بك أيها الإنسان الذي خلقك الله ورزقك كل تلك النعم وأنت تجحد تلك النعم إن الإنسان لربه لك نود ناكر لنعمة الله جل وعلا عليه فيا أحباء رسول الله علينا أن نتعلم الدرس من تلك الخيول فهي مطيع لسيدها لأنه يعطيها الطعام والشراب فكيف لا نكون مطيعين لخالقنا ولسيدنا ألا وهو الله جل وعلا تلك الخيول تطيع ولا تعصي أمرا لسيدها الذي يمتطيها ونحن خلقنا الله ورزقنا كل تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى ولكننا للأسف جحود جحود ونكران وضحكنود ناكر للنعمة لنعمة الإله عليه كيف لا نتعلم من ذلك الدرس هذه الخيول درس الخيول أيها الأحبة درس العاديات درس عظيم لكل إنسان هذه الخيول تدخل إلى المعركة وتطيع السيد تجرح تقتل تدمى يفعل بها ما يفعل ولكنها مطيع لسيدها يحركها كيف يشاء أولا نتعلم منها أن نكون مطيعين لله جل وعلا إذن ما أعظمها من سورة سورة العاديات سورة الخيول التي أراد الله جل وعلا أن يبين للإنسان أن جحوده للأسف ونكرانه للنعمة لم يصل إلى مستوى للأسف الحيوانات إذن هل تعلمنا من سورة العاديات هل أخذنا منها العبرة هل اتعظنا هل عرفنا المعاني العظيمة في تلك السورة ولما جمع الله جل وعلا تلك الخيول مع الإنسان نعم قال للإنسان إنك لم تصل إلى رب مركوب خير من راكبه المركوب خير من الراكب فنسأله تعالى الرحمة لنا ولكم ونسألكم الدعاء يا أحباء رسول الله